موسيقى و double check the answer with me alright يلا بينا نبدأ الobjectives طبعا عندنا test model revision شوف الليسنينج مع بعض كالعادة هنعملي في الليسنينج أكيد هنقرأ الأسئلة الأول وبعدين هنسمع الليسنينج يلا بينا نقرأ الأسئلة مع بعض number one بيقول when did people start making pottery ten years ago millions of years ago hundreds of years ago thousands of years ago number two where do some people make pottery in fields on farms at workshops ولا in factories احنا لسه هنسمع عشان نعرف الليقة باتي number three who can learn making pottery boys adult children children and adults طيب so number four where can you see many people making pottery in Alex in Cairo in Luxor ولا in Fayoum كده نكونوا قرينا الأسئلة كويس خلي الأسئلة قدامك اسمعني بعدين حاول تقوم على السلح people start making pottery thousands of years ago in Egypt some people make pottery in workshops or their own homes if you go to Fayoum if you go to Fayoum you will see many people making pottery there is also a school where children and adults can learn these skills كده نكون سمعنا ممكن تسمعها أكتر من مرة تعا نشوف التاكست اللي ما قريته شوف كده يقول ايه people started making pottery thousands of years ago in Egypt some people make pottery in workshops or their own homes if you go to Fayoum you will see many people making pottery there is also a school where children and adults can learn this skill تعاني جاوب على الأسئلة مع بعض أظن كده الإجابات ابتدت توضحاً دين number one when do people start making pottery ها الإجابة ايه thousands of years ago طبعا زمان جداً بمتاري شغل number two where do some people make pottery بيعملوها فين بزبط البتري at workshops في الورش ورش العمل number three who can learn making pottery مين بزبط اللي بيقدر يتعلم البتري children and adults excellent فيه ناس شطرة جاوب صح number four where can you see many people making pottery أكتر مكان إحنا المكان اللي إحنا قلناه في القطع كان in for you excellent وبكده نكون خلصنا السؤال listening let's move to the dialect question يلا بنا ضعي لك قدامنا لأول بنعمل إيه ناس تعودت هو سمع ناس بتقول أيوة حنقراه طب تعالوا نقراه مع بعض مونة بتقول what a lovely watch الساعة الجميلة دي did you pint تشتريتيها فدينا جاوبة إجابة مش عارفين قالت آه ولا لا سألت لها it is a present from my friend دي هداية من إيه من صدقتي فمولا قلت لها why did she give it to you مش عارفين إيه السبب بعدين قلت لها really happy birthday يبقى واضح كان السبب ليه بعدين هي سألتها سؤال قلت لها no I didn't have a party نعملتش حفلة فسألتها why didn't you have a party فسألت فهي جاوبتها وبعدين رجعت سألتها سؤال تاني وبعدين قلت لها yes we can have a party after the exams يبقى واضح السبب كان ليه يبقى شفت لما بنقرأ dial كل مرة واحدة الإجابات تبتدي تعمل تظهر قدامنا كده يلا بينا تعالوا نشوف الإجابات هنحلها إزاي ما بعض بتقول لها مونة what a lovely watch did you buy it يبقى أكيد الإجابة كانت no I didn't buy it لأ طبعا علشان تي كانت present من صدقتي قلت لها why did she give it to you ليه يعطي طالك أكيد الإجابة قلت لها because my first day was last week or because of my first day بس مش لازم تقول امتا حتى براحتك يعني أو تقول because of my first day وخلاص طيب قلت لها really happy first day بعدين سألتها سؤالة قلت لها no I didn't have a party ما عملتش حفلة طيب يبقى أكيد عايزين نسأل yes no question يبقى نسأل بإيه هل انت عملت حفلة أهو did you have a party هل انت عملت حفلة قلت لها no ما عملتش حفلة طيب why didn't you have a party هنكتب إيجابة مفتوحة ولا الإجابة محددة ها سمع ناس تقوله لا الإجابة محددة عرفنا منين بصوا آخر كلمة تحت قلت لها the exams يبقى why didn't you have a party قلت لها because of the exams بسبب الإيه الامتحانات هتسألها سؤال هيتلاقها yes we can have a party after the exams أيوة نقدر نعمل حفلة يبقى كانت تسألها السؤال بتقولها هل ممكن نعمل حفلة يبقى can we have a party after the exams هل ممكن نعمل حفلة بعد الامتحانات هيتلاقها أيوة ممكن نعمل حفلة بعد الامتحانات وكده نكون خلصنا سؤال يلا بينا let's move to the comprehension سؤال القطعة مع بعض عندنا قطعة أنا سبتها لكم لها على الاسكريم عشان تقدروا توقفوا تقروا القطعة وتجاوبوا على الأسئلة لوحدكم تعالوا نقروا القطعة مع بعض طيب هكيد أنتوا حليتوا تعالوا بقى نشوفوا الإجابات ولد عنده 13 سنة كريم اسمه كريم حصل على داليا في النادي تعالوا because he saved a 4-year-old child أنقذ ولد صغير from a swimming pool من حمام السباح the child was playing next to the water الطفل كان بيلعب جنب الميا when suddenly he fell in فجأة وقع he couldn't swim طبعا عشان صغير the child was in the pool for about two minutes الطفل فضل في الميا حوالي دقتين بيحاول ينقذ نفسه when كريم saw him أول ما كريم شافوا كريم jumped into the water قفز في الميا and saved the child وأنقذ الولد the child wasn't hurt الولد الطفل ما متأزاش كان قويس his parents were very happy وأهله كانوا وابسطين جدا to see him إن هم شفوه سليم ومعافة they have invited كريم وداعوا كريم and his family وعلتوا كلها to visit them at their home دعوهم كلهم يزروهم في البيت they thanked كريم شكروا كريم جدا and they also give him a nice present عطوله هدية كانت إيه الهدية waterproof ووج ساعة ضد الميا طيب كده نكون قرينا التكست تعالوا نجرب نحل الأسئلة مع بعض ونشوف السؤال الأول بيقول ليه السؤال الأول بيقول why did كريم get a medal ليه كريم حصل على ميداليا بالإجابة because he saved the four year old child عشان هو أنقذ ولد صغير from a swimming pool طب ممكن أقول because he was brave هل ده صح أطبعا because he was brave برافو طيب طبعا نحن قلنا في إجابات كتير what happened to the child إيه اللي حصل للولد الصغير the child was playing next to the water كان بيلعب جنب الميا when he suddenly fell in بعدين فجأة وقع طب ممكن أقول the child fell into the water صح بالضبط the child fell the child fell into the water and he couldn't swim كمان صح يبقى أنا ممكن أكتب أكتر من إجابة طب تعال نشوف سؤال number 3 what did the parents give Kareem to thank him عاطوا الكريم إيه عشان يشكروا they gave him a nice present waterproof watch عاطوا له ساعة ضد الميا طيب نكمل الأسئلة بتاعت اللي تشوز بتاعت القطع مع بعض تعال نشوف السؤال number 4 بيقول the child was not years old كان عمره كان الولد صغير 13 248 والإجابة هي 4 excellent طيب خلي بالي إن هي مش مكتوبة فوق بالنumbers بصوا مكتوبة فوق بالletters طيب نيجي على number 5 the child was in the نقط for about two minutes in the pool club home family أو طبعا طب ما هو صح كان في النادي بس أنا بتكلم in two minutes قعد دقيقتين بالضبط كان فين في البول صح number 6 كريم has got a note in the club a watch a metal a waterproof ولا a cup حصل على إيه وحصل على watch صحيح بس الwatch دي كانت فين at home في بيت الولد الصغير أهله عطوهم له كجيزة يعني لكن هنتكلم في الكلب عطوله a metal صح برافو يلا بينا let's move to the choose a correct answer question يلا بينا مع بعض لأسئلة قدامكم زي ما انتو شايفين كده حاولت حلها لوحدك وبعدين شوف الإجابات معايا تعال نشوف السؤال الأول بيقول number one I saw a naut about dolphins a planterium exhibition pork aquarium ناس اللي رجعت عالكلمات I saw an exhibition يعني exhibition عرض عرض للدولفن طيب number two some houses fill to the ground after that بعد wind earthquake match ولا glow بعد earthquake يعني earthquake زلزال bravo number three to not is to put something over something else to protect or hide it اه اي بقى اللي منحط حاجة على حاجة علشان نحنيها او نخبيها cover recycle build remove cover صح number four نؤت is an empty space in something hole 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 اللي بالي في المط انه واحدة فيهم صح معناها الحفرة انه واحدة yes h o l e great number five an architect is a person who not at buildings sells buildings builds buildings pens buildings ولا design buildings design good 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 great design يعني يعني صمم شطرين تعالوا نشوفوا اسئلة الgrammar يا لبينا لا اسئلة اللي جاية كلها grammar وقف وحاول تجاوف number six mount everest is higher نؤة mountain calamingo is higher but than and ولا then which one is higher دي مقارنة مش كده one to one بقارن حاجة مع حاجة تانية يبقى higher than اعلى من number seven when you cross a road انا بتعبر اي طريق first you not find a safe place to cross لازم تلاقي مكان آمن انت تعبر منه شفت انا قلت ايه لازم which one is لازم haven't ولا have ولا must ولا mustn't الاجابة must طب ما انا ممكن اقول have عشان have to معناها يجب طب بس هنا مفيش to عشان كده خدت ايه must لازم have يجي بعديها to طب نيجي على number eight i didn't buy this cake i made it في المفتاح الجملة i i made it myself herself himself yourself i made it myself وامكن اقول i made it by myself وامكن اقول i made it myself نيجي على سؤال number nine when you leave ice in the sun لما بنسيب ice in the sun دي واضح ان دي قادة ايه قادة ايف اه when you leave ice in the sun it not water مدرع بسيط it became becomes becoming become which one is correct yes it becomes excellent and number ten my sister is not a tallest person in our family رجعنا تاني لصيغة المقرنة بس دي مش مقرنة دي الصيغة التفضيل التفضيل بتحط قابليها ايه the most ولا the ولا more ولا the least خلي بالي هنا ان tallest فيها ايه استيب لازم يجي قبلها في الناس بقوله yes the the tallest سطرين برافو wonderful انا فخورة بيكو جدا للي انتو بتقولو والاجابات صح يلا بينا اخر سؤال عندنا النهاردة سؤال correct يلا بينا نشوف سؤال correct كله grammar راجعوا مع بعضا number one Egypt is sunnier and hot than France سيغة مقرنة اكيد مش صح يبقى اكيد is hotter bravo number two your teacher will be very angry if you got bad marks خلي بالي قعدة ايه قعدة ايه قعدة ايف اهي قعدة ايف عندي will والمصدر يبقى اكيد الاولانية مضارع بسيط يبقى if you got the ماضي يبقى المفروض اقول if you get bravo excellent يلا بينا number three my mother is oldest person in my family في حاجة نقصف oldest ما ينفعش تيجي اس تي على طول كده لازم قبلها ايه قبلها ذا the oldest excellent number four you must listening to other students ideas listening must بيجي بعدها ايه سمعوني كده must بيجي بعدها مصدر يبقى you must listen let's move to the last question you want to be a nurse are you لأ طبعا انا عندي want ده main verb طالما main verb بحط do او does او did هنا want يبقى هحط do يلا بينا وحنعكسها هنخليها negative علشان الجملة positive فحقول don't you don't you وبكده نكون خلصنا نهاية السنة مع بعض خلصنا كده المراجعة بتاعة الترم كله كل سنة وانتو طيبين ذكروا كويس راجعوا كويس راجعوا عالكلمات اهم حاجة اه ونحل جرامر كتير حلوا على قد ما تقدروا اكيد هتلاقوا تحت في اسئلة كتير حاولوا تحلوها وترجعوا عليها وما تقلقوش خالص الانجليش الانجليش مادة لطيفة جدا بس وإحنا بنكتب الاجابات حاول ان انت تكتب خط حلو وجميل علشان الورقة بتاعتي في الامتحان تكون جميلة كل سنة طيبين وكان معكم دكتورة امنية احمد واشوفكم على خير ان شاء الله في تالت عداد دمتم سالمين سلام عليكم اشتركوا في القناة